عبر الهاتف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع المحامي نبيل الحلبي مدير مؤسسة تلايف مؤسسة الحقوقية اللبنانية لديمقراطية وحقوق الإنسان نتحدث بالشق الإنساني بعيداً دكتور سيد نبيل اليوم عن الاتهامات الأدلة عمليات التوثيق التي تحدث وهذا كله مهم طبعاً بجانب الإنساني كيف يتم التعامل مع الموضوع قدر المستطاع بظل الظروف والصعوبات طبعاً هذا التقرير جاء ليفند حقيقة ما يجري من مصالحات هي مصالحات تحت الإكراه تحت الحصار الحصار الغير مشروع كما وصفه التقرير نرحل أو نموت يعني عندما نتحدث عن حصار غير مشروع يعني حصار مدنيين وليس حصار عسكري لدربات عسكرية ليس حصاراً لأهداف مشروعة في العمليات العسكرية وفقاً للقانون الإنسان الدولي عمرية الحصار للمدنيين جاءت يعني يستثمرها النظام من أجل الاستلاء على الأرض يعني حصار تجويعي مقابل يعني الاستلاء على الأرض عسكرياً عادة في النزاعات المسلحة يكون الحصار مشروعاً إذا كان يستهدف المقاتلين ولكن يجب تأمين بعد ذلك المورات الآمنة للمدنيين ما يقوم به النظام في حرب الشرقية مقام به النظام في أحياء حرب الشرقية وفي دارية وفي حمص القبيمة كان هناك حصار غير مشروعاً لجموع السكان المدنيين ولم يكن يقبل النظام السوري بانسحاب المدنيين لوحدهم بل كان يشترط انسحاب المقاتلين معهم وبالتالي هو كان يستثمر ويأخذ المدنيين رهائم في ظل هذا الحصار الغير مشروع من أجل انسحاب المقاتلين المعارضة والاستلاء على الأرض عسكرية طيب مع من تنسقون بهكذا أحوال حتى لو تحدثنا عن محاسبة لاحقاً سيد نبيل بأنه حتى بوضع الحرب لا يمكن الحصار والوصول إلى هذا الحد من الحالة الإنسانية الصعبة إلا إذا تحدثنا عن عسكريين ومقاتلين طرف طرف من الصراع يعني ولكن بهذا هكذا حالات قبل الحساب كيف تتعاملون مع من تنسقون كيف يمكن إجبار لا يوجد أي شيء يجبر هذا الطرف على القبول بإدخال المساعدات أو إخراج المدنيين المشكلة أن هناك زيت روسي بالمرصاد داخل مجلس الأمن الدولي وإلا كنا بصدد تبخل إنساني تحت الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع في سوريا هناك لجنة تحقيق خاصة دولية طلبت فيها منظمة العفو دولية بدخولها على أراضي السورية وإجراء تحقيقات مدنية حول الجرائم الحرب وإجراء مضب الإنسانية ولكن هذه اللجنة لا يسمح النظام السوري بدخولها الآن وعندما تحال القضية أمام مجلس الأمن يتصدى لها البيتو الروسي أو البيتو الروسي الصيني المزدوج نحن أمام إشكالية كبيرة وفقا للقانون الدولي العام وهي البيتو الذي يستثمره النظام السوري بارتكاب مزيد من الجرائم المشابهة بعد عملية إجلاء السكان المدنيين من أحياء حمص القديمة وكانت مع الأسف برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصريب الأحمر قمنا بالتواصل مع الأمم المتحدة من أجل عدم التدخل في مثل هذه الحالات الإجلاءات القصرية للسكان وبالفعل تجاوبت الأمم المتحدة ولم يطقم بإجلاء قصر للسكان عبر الحافلات التابعة لها من دارية ومن أحياء حلب الشرقية كان هناك اتفاقا مدنيا اتفاق إزعام مداني لا علاقة الأمم المتحدة به في دارية وفي أحياء حلب الشرقية لأن أترفت الأمم المتحدة بأن هذه جرائم حرب موصوفة واستثمار لحصار المدنيين لأجل الاستناع سيد نبيل الأرض مقابل الغذاء هذا الشعار الذي رفعناه في زبداني وفي دارية من هنا من خطورة هذا الوضع هل تقومون أنتم كمنظمات حقوقية بالعمل للفترات اللاحقة يعني على الأقل من هكذا تجربة مريرة على تغيير القانون والفرد يعني أن لا تكونوا مرتبطين بموضوع الفصل السابع بما نتحدث عنه والذي ألغي بسبب الفيتو الروسي أن تكونوا منفصلين أنتم كمنظمات إنسانية وتتخطوا يكون لكم الحق بتخطي هذه العراقيل يعني نحن منظمات حقوق إنسان نقوم برصد وتوصيق الانتهيكات الجسيمة للقانون الجناء الدولي في سوريا ونقوم بتشبيك مع مؤسسات شقيقة داخل سوريا وخارجها هذا ما يعني واجبنا ولكن تغيير يعني القوانين الإجرائية داخل مجلس الأمن الدولي هو مرهون بإرادة دولية يعني بدول وليس بمنظمات حقوقية ومشاكل صحيح ولكن ممكن أن يكون لكم دور ومؤثر أيضا بهذا الموضوع طبعا قرار نهائي ليس بيدكم تماما تماما يعني ما يجري في سوريا الآن حتما سيكون له انعكاس كبير على المنظومة الدولية لأن هذه المنظومة يعني باتت غير مجدية وهي كسابقتها في عصبة الأمم منظومة الأمم المتحدة يجب تغييرها بعد هذا النزاع يعني الكارثي على الصعيد الإنساني الفيتو يجب أن يستخدم من أجل تعزيز العدالة الجنائية الدولية وأن لا يكون عائقا أمامها صحيح هذا يعني بداية يعني سيناعك ذلك من أجل تعديلات جزرية وحتى يعني هذا الفيتو وحصر المعادلة بخمس دول دائمة العضوية كل هذا مطلب كان للمملكة العربية السعودية أبا من المرحوم وزير الخارجية سعود الفيصل الذي طالب بتعديل هذه المنظومة الغير عادلة فنحن ننتظر ولكن هذا الأمر هو مرهون بإرادة دولية صحيح أنا أشكرك جزيلا المحامي نبيل حلبي مدير مؤسسة لايف مؤسسة الحقوقية لبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت